الجامعة الأمريكية بالقاهرة نظمت احتفالية بمناسبة مئوية ثورة التسعة عشر حضرها عدد من الشخصيات العامة وطلاب الجامعة وأسدتها الاحتفالية شهدت عرض فيلمين وثائقيين حوالين ثورة التسعة عشر والفلمين دول تطرقوا للتأثير الإيجابي للثورة على المجتمع المصري في مختلف المجالات وخاصة في الفن والثقة ثورة الف وتسعمائة وتسعة عشر واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر القديم كان الشعب البطل الحقيقي لها تلك الرسالة أراد شباب الجامعة الأمريكية إلقاء الضوء عليها من خلال الفاعلية التي عقدها مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية في القاهرة للاحتفال بمئوية الثورة التاريخية التي تتزامن مع الاحتفال بمئوية الجامعة حيث أنتج فيلمان عن الثورة برؤية جديدة وكيف قامت والعناصر المؤثرة فيها شفنا أنه لازم الطلبة تشارك في احتفالنا بمئوية ثورة تسعة عشر في خضم المئوية الجامعة الأمريكية وعشرية كلية الشؤون الدولية والسلسات العامة فبالتالي قلنا نعمل مسابقة بين الفريقين الموجودين بيأخذوا كورس على الوثائقيات إنتاج الوثائقيات وهي حاجة الحقيقة متخصصة جدا عندنا في مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية ويهمنا اللي احنا ننمي المهارات والمعارف الخاصة بإنتاج الوثائقيات خلال هذا الكورس كان مطلوب منهم مشروعين عن ثورة تسعة عشر فهم عملوا كل حاجة هم اللقموا بالتصوير وبالبحث وبكتابة السكريبت وبالمونتاج بكل حاجة هنشوفها النهاردة هي من عمل الطلبة نفسه حكاية ثورة ألف وتسعمائة وتسعة عشر هو اسم الفيلم الوثائقي الذي أنتجه عدد من الشباب بالجامعة الأمريكية تناول التعريف برموز الثورة وأسبابها وتلاحم أطياف الشعب المصري كافة حول قائدها سعد زغلول أما الفيلم الثاني فكان عن فن الثورة ويلقي الضوء على أغنيات هذا الزمن الجميل التي عاشت في الوجدان حتى الآن وكذلك الأعمال الأدبية التي جسدت الثورة مثل ثلاثية نجيب محفوظ وأعمال توفيق الحكيمة ده كان أول فيلم وصائقي إحنا كمجموعة نشتغل فيه فاتعلمنا أنواع جديدة من أننا ننتج أفلام إحنا في العادي كنا دايما ننتج أفلام قصيرة أو تقارير صغيرة بس المراضي كانت أول مرة ننتج حاجة يعني أكتر من عشر دقيقة ما ركزناش على شخصيات المعروفة زي سعد زغلول أو هدى شعراوي أو أو لا ركزنا على شخصيات من الشعب المصري فركزنا على ثلاث فئات فئة الطلبة اللي هم كانوا أول ناس يطلعوا من المظاهرات الفئة الثانية كانت فئة الستات ومشاركة المرأة المصرية والفئة الثالثة كانت الأقباط وإزاي التوحد بتاع المسلمين والأقباط في الصورة 19 إحنا قررنا أن إحنا ناخدها من الأنجل اللي هي بتاعة الفن عشان حاسينا أن الموضوع هيبقى حالة واعتستك شوية وعشان حاسينا أن إحنا أكتر حاجات بنفتكرها لما بنفكر في الصورات أو لما بنفكر بالذات في 1919 هي الزاوية الفنية إحنا كنا بنوضح قد إيه أن الصورة دي شارك فيها كل الأطياف سواء ما بين مسلمين ومسيحيين نساء وشباب ورجال وشيوخ شاركوا فيها كل الناس وده كانت اللحمة دي خلت نجاح الجامعة الأمريكية تحتفي بمئوية ثورة 1919 ثورة الوعي المصري التي تروي حكاية نضال شعب وقف ضد الاحتلال في سبيل الحرية والاستقلال هويدا يحيى أنبسي مصر